ماما أنا عايز أفطر النهاردة خلاص براحتك يعني أنت مزعلانة؟ أنت حرة خلاص يا ماما هو فضل كم ساعة؟ ثلاث ساعات بس ثلاث ساعات؟ يه إحنا قلنا إيه بارح؟ خلاص يا ماما أنا هاخد السواب شطورة براف عليك وكل يوم ليك هدية جديدة اهي والنهاردة عملت أكلة سريعة جدا على الفطار وكمان ساعدتني فيها برضو بنت صغيرة واختارت معايا الأشكال هتختاري شكل إيه؟ دي يا ماما دي هجد يا ماما معايا واخد بنفرج التوست وبعد كده بنعمله بالأشكال وبنضيفه في البيض والبقسمات ونعمل كده جيب التاجر فكرة لذيذة قوي وسهلة وتطعمها كمان تطحفة وممكن تعملها قبل الفطار بنص ساعة بس وبنقليها في الزيت ونلاقي كده أن حبة التوست بتنتفخ وكده جاهزة معانا الأشكال وشكلها تطحفة وعملتي كمان حشوة فراخ تعمها روعة جدا وممكن تضيفه عليها كمان جبنة كريمي بنقسم التوست بالسكينة بالشكل ده وبعد كده بنضيف عليه الحشوة وبنضيفها لك في اللانش بوكس الله يا ماما عشكلها تحفة والأشكال جميلة علشان تصومي كل يوم ماشي وعملتلك كمان الحال وكريم كرامل وبضيفلك عليها شوكولاتة جالكسي الله ده يبقى جميل أوي يا ماما والمشروب كمان من اختراعي بنضيف آيس كريم مانجا وبنضيف عليه كمان عصير مانجا وهيبقى ساقع كده ولذيذي ومنعش في الحر ده الله ده جميل أوي يا ماما الله إمتى الأزان يأذن وفي الصحور عملتلك طعمية أنا عايزة أندومي مش عايزة طعمية خلاص لو صمت بكرة هعملك أندومي هاي وكمان جنبها شبسي واو وإيه رأيك في المفاجأة دي كمان جبتلك شوكولاتة كندر ده أحلى لانش بوكس ولازم في الصحور يكون معاه زبادي أنا حبيت رمضان قوي وكده خلصنا فيديو النهاردة استنونا في فطار جديد وصحور جديد ولو أعجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات واستنونا في فيديو جديد بنحبكم قوي وما تنسوش اللايكوا باي باي